السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايه بقى عنوان الفيديو اللي انا كتبه ده غلطة تفوت ولا حد يموت اول انبارح كنت نزلت صورة اكلة على الفيسبوك وقلت لهم ان انا قومت الاكل دي وما اكلتش منها برغم ان منظرها كان بصراحة يعني شيء فضيع فكتبوا لي في التعليقات تحت انت قومت ازاي وكنت اكلت ومش هيحصل حاجة وغلطة تفوت ولا حد يموت وكلك مرة يعني مش هتفرق معاك كل الكلام اللي ايه للتعليقات اللي انتو عارفينها دي كان بقى ارد عليهم وحبت اقوله في فيديو برضا عشان الناس تستفيد منه ونتعلم من حكاة غلطة تفوت ولا حد يموت دي ان غلطة بتجر غلطة بتجر اتنين بتجر تلاتة بتجر عشرة عمرك ما تخلص لو انت ماشي ملتزم بتعمل ضيت مظبط اكلك وعندك هدف بتحققه ما فيش حاجة اسمه غلطة تفوت ولا حد يموت لو انت فعلا واحد صاحب ارادة وعارف ان الغلطة هتفوت وتقدر تتغلب عليها ومش هتعمل هقولك هعمل كده ولكن للأسف معظمنا بتغلط غلطة وبكرة هتغلط غلطة وبعض هتغلط غلطة فهتلاقي نفسك على مدار الاسبوع عندك غلطات كتير بوازط لك ناتج الاسبوع او مجهود او تعبك في الاسبوع كله وتيجي في الاسبوع اللي بعديه برضو تغلط لك غلطتين ثلاثة يبوازلك الاسبوع كله يبقى محصلة الشهر عندك في الاخر هتلاقي نفسك ثابت في الوزن وثابت في المقاسات برغم ان انت كنت مكتهد فعلا وبتنفذ الضايت اللي انت مشى عليه معظم الشهر ولكن بقى غلطاتك الكتيرة على مدار الشهر هي دي اللي بتضيع مجهودة فالناس اللي مشى وعندها هدف وبتعمل ضايت وعازين ينزله في الوزن وعازين يحققه هدف معين لازم يكونوا مركزين جدا ما تضعفوش غير قليلا يعني ايه مش كل شوية اضعف وكل شوية اكل وكل شوية اشوف عزوما مثلا انت بقول هاكل النهاردة والتزم بكرة كل شوية تيجي قدام اكل حلوة اكل منها وبكرة التزم حكاية بكرة دي وبعده هلتزم وهعوض اللي انا عملته النهاردة وبكرة هصوم اربعين ساعة وهنزل اجري ساعتين في الشارع كل ده مش هيعوض ابدا الغلطة اللي انت عملته تمام ولكن دي اجراءات بتخفف بيها بس من الغلطات اللي انت بتعمل فنصحت للكل هو الالتزام التام طالما عندك هدف فتحقه لما تحقق هدفك لما تكون في مرحلة تزبيت وزن لما تكون في مرحلة بقى خلاص انت وصلت للهدف اللي انت عايزه تقدر تعمل الغلطات دي ومش بروتين يومي زي ما اتفقنا سيبها بظروفة يعني مثلا انت راح تعزوما مرة في الاسبوع عند جماعة المدام في البيت عملت اكلة حلوة اكلت منها هو ده لكن ما تخليش في روتينك كل يوم انك بتعمل غلطات بصفة يومية الغلطات المتكررة بتتراكم وفي الاخر هتلاقي عندك زيادة في الوزن وفي الاخر شهيتك هتفتح وفي الاخر الدهون هترجع تتراكم مرة تانية في الناس كمان كتبتلي في التعلاقات تب بلاش كنت تدربت جامد كنت هدوق دقت معلاقة او اتنين وخلاص وعليها على كده انا من النوع اللي مش هعرف ادوق معلاقة او اتنين لو انا بدأت في الاكل وخصوصا لو الاكل حلو ممكن معرفش امسك نفس انا بصراحة مش واصل في نفس قدام اكل زي كده او قدام اكل حلو معين حاجات كنت بحبها زمان فعلا ومتعلق بيها لو جيت اكلت معلاقة على اساس ان هدوق ممكن معلاقة ده تجر اتنين تجر ثلاثة تجر عشرة مش هستطيع ان انا اتوقف فانا بفضل انا شخصيا ودي ما درست ولا انا بحب امشي كده لو ايه اقطع عرق وسيح دمه خلاص انا مانع وموقف جدا وملتزم وماشي على ضايت معين في فترة معينة وراي هدف عايز اعمله خلاص بوقف في قمة الالتزام بتاعه مهما كانت المغرية يعني الحمد لله المدام الفترة دي مبادعها بصراحة يعني النهاردة عاملة حواوشي وعملة كريب مش عارف ازاي ومبارح كنت عاملة الرز المعمر اللي انا بتكلم عليه ده وربنا يسطر بكرة هتعمل ايه ايش دعوة انا مش بيأكل على فكرة اي حاجة من الحاجات دي انا جاي من البتنجان بتاعي في البيت كارتون البتنجان والفراخ البني بتاعتي او النظام اللي انا ماشي عليه حاليا مش بلغبت ابدا احنا تقريبا في الشهر الاخير اللي احنا فيه اللي انا بكلمكم فيه ده عد علينا في الاسبوع بمعدل تلات عزائم في الاسبوع الواحد وبرغم كده ما عملتش ولا غلطة ولا مرة وقعت ولا مرة استسلمت للضغوط اللي حواليا سواء من المدام او الناس اللي انا بروع عندهم ليه الالتزام حلو الالتزام هو اللي بيخليك فعلا تحقق هدف وبعدين نقطة كويسة جدا لما بتلتزم مرة وبتعنت في موقف زي كده عزيمتك بتشد جامد مرة تانية عزيمتك بتشد اكتر فخلاص انت اخدت بقيت بتعرف تروض نفسك انك ما تستسلمش قدام اي اكل ما تضعفش بسرعة زي ما كلنا بنوع في القرطات دي لو فعلا دربنا نفسينا مرة واثنين وتلاتة ورحت عزيمة ورحت فرح ورحت فندق ومعرفش ايه وخلاص بقيت بعرف اتصرف ازاي وبعرف امسك نفسي ازاي واعرف اكل صح ازاي هبقى ممتاز جدا وهوصل للهدف بتاعي ونقطة كمان مهم قبل ما تروح اي مكان تكون واكل في البيت وشبعان يعني انا قبل ما اروح عزيمة مثلا من يومين كانت المرة اللي فاتت اكلت في بيتنا وكنت شبعان جدا بحيس ان انا برضو مضعفش او اقول ان انا هدوق معلاء او اتنين او اي حد بس كنت شبعان في منتاج شبع وانا رايح لو انت رايح فرح او رايح عزيمة كن كويس جدا في البيت كل الاكل اللي موجود لما فيش اكل خلص كلت سلطة وشرب مية كتير قبل ما تروح بحيس لما تروح حتى هناك ما تلغبطش جامد وتكون ايه شبعان دي شوية نصائح حبيت اقولها لكم نستوضعكم الله والسلام عليكم